نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن يحل ضيفاً على ساسة تركيا لمناقشة ملفات عدة على رأسها الملف السوري ووفد أمريكي من وزارتي الخارجية والعدل استبق الزيارة بلقاءات مع مسؤولين أتراك في إطار التحقيق حول تسليم واشنطن لأنقراه ضيفها التركي المعارض فتح لغولان تستقبل تركيا إذن في بيتها من تتهمهم بالتورط في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة والتستر على غولان العقل المدبر فهل هو تجدد ويدن بعد عتاب حديفين تاريخيين أم هي تردقة من واشنطن لأنقرا تحكمها مصالح؟ ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل يبدو من البديهي ألا تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما الوفاق التركي الروسي ماضي ويتعمق فليس من شيام واشنطن حسب هذه القراءات ولا من عاداتها أن تقف موقف المتفرج من أي تقارب من شأنه خلط الأوراق والتحكم في خيوط المنطقة وزيارة بيدن لأنقراه بهذا المنطق دخول أمريكي على خطوئ آم دولتين للاطلاع على تفاصيله أولا بأول لاستباق النتائج أو المشاركة فيها ليست واشنطن ربما وحدها المستفيد من تجدد الوفاق الأمريكي التركي فأنقراه هي الأخرى تدرك جيدا أن يد أمريكية تصافح الآن في الدار بينما تدعم اليد الأخرى بسخاء في سوريا أكبر الأعداء الأكراد وحين يتعلق الأمر بكابوس الكيان الموازي كما تسميه أنقرا تختلف على ما يبدو كل حساباتها وتحتمل علاقاتها الدبلوماسية إعادة النظر خصوصا أن من تخشاهم تركيا أصبحوا يسيطرون اليوم على مساحة شاسعة من سوريا ويلونون بالأصفر الحدود السورية التركية كما لم يفعلوا من قبل لكن مراقبين يرون أن كسب البلدين ويتبعتهما مجددا لا يغير حقيقة أن الأكراد سيظلون رهان واشنطن الأول في سوريا وأن الدعم الأمريكي لهم سيظل غير مشروط ومن المستبعد ربما أن يمضي أي توافق بين البلدين حد تغيير واشنطن لرانها نحو الأكراد كما فعلت روسيا بعد تقاربها مع أنقرة لا قبول كاملا إذن آلة لا قبائنا وحدها المصالح على مر التاريخ تحكم على ما يبدو بوصلة العلاقات الدولية لكلا البلدين